مرحبا بكم يا أصدقائي أود أن تكونوا بصحة وعافية سنتحدث اليوم عن شاب جميل مترف نشأ في مكة سارع إلى الإسلام وأسلم سرا كما أنه لقب بأول سفير في الإسلام هل عرفتم من هو الشاب الذي نتحدث عنه؟ إنه الصحابي مصعب بن عمير رضي الله عنه اسمه بالكامل مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ولقبه أول سفير في الإسلام وكنيته أبو عبد الله ولد في مكة المكرمة ونشأ فيها وأسلم سرا في دار الأرقم خوفا من قومه وأمه كان مصعب بن عمير رضي الله عنه أحد فتيان مكة ذوي الجمال والمال والعز فكانت والدته من أثرياء مكة المكرمة وكان يرتدي أحسن الثياب ويتعطر بأفضل العطور رقيق البشر ليس بالقصير ولا بالطويل كان أهله من أشد الناس عداوة للإسلام والمسلمين وما إن بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام حتى أسلم سرا في دار الأرقم خوفا من أمه ومن قومه فكان من السابقين إلى الإسلام وما أن علم أهله بإسلامه عذبوه وشدوا عليه الوثاق حتى هرب منهم وهاجر في الهجرة الأولى للمسلمين إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة واختار عذاب الهجرة على نعيم الإقامة مع أهله ثم عاد بعدها إلى مكة المكرمة ولكن من أين جاء لقب أول سفير في الإسلام؟ حرس النبي على تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة وقد اتفق النبي الكريم على لقاء وفد من يثرب عند العقبة ونتج عن هذا اللقاء عقد بيعة العقبة الأولى بين النبي الكريم واثني عشر رجلا من الأوس والخزرج وقد اتفقوا مع النبي على أن يرسل إليهم واحدا من رجاله حتى يعلمهم ويقرئهم القرآن ويفقههم في الدين وقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فلم يجد أنسب من الصحابي مصعب بن عمير رضي الله عنه لأنه من أعلم الصحابة يحفظ كل ما نزل من القرآن يتصف باللباقة والكياسة والهدوء والصبر وسعة الصدر والحلم رقيقا هادئا متواضعا ذكيا من أشراف مكة ينتمي إلى بني عبد الدار الذين يحملون مفتاح الكعبة خير قدوة للشرفاء والكبراء ضحى بما يملك وأثبت قدرته على الوقوف أمام فتن الدنيا وكان يبلغ من العمر حوالي خمسة وثلاثين عاما وبلغ درجة من النج والكفاية تؤهله لهذا العمل الكبير فذهب مصعب رضي الله عنه مع وفد الأنصار وبقي في بيت أسعد بن زرارة رضي الله عنه في يثرب في المدينة يعلم الناس الإسلام وقد اهتدى على يده الصحابي الجليل وسيد بن خضير وسيد الأوس سعد بن معاد الذي بإسلامه أسلم بنو عبد الأشهل جميعهم ولقبوه بالمقرئ ثم عاد بعد ذلك إلى مكة المكرمة مع الأنصار كما أنه شهد غزوة بدر واستشهد في غزوة أحد فقد شارك مصعب في غزوة أحد وأبلى بلاء حسن وحمله النبي صلى الله عليه وسلم راية المسلمين وتقدم بها أثناء الغزوة وثبت مع القلة المؤمنة التي أحاطت بالنبي وبدأ مصعب بن عمير رضي الله عنه يقاتل في أرض المعركة وهو يحمل راية الإسلام حتى أقبل بن قمئة فشد عليه فضرب يده اليمنى فقطعها ثم أخذ مصعب الراية بيده اليسرى فضرب بن قمئة يده اليسرى فقطعها فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره فحمل عليه الثالث بالرمح وأنفذه إلى صدره فوقع شهيدا في العام الثالث من الهجرة بعمر أربعين عاما تعرفنا اليوم على الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه وأنه لقب بأول سفير في الإسلام أسلم سرا خوفا من أهله وكان ذلك في بداية الإسلام هاجر إلى الحبشة يد بن قمئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر